وانا بصراحة باستغرب يا جماعة موضوع المرض والموت يعني تلاقي الناس والمواقع والصفحات بيتسبقوا لو بني ادم عايزين يخشهم على العمليات لو مريض يعني حاجة فيها قتل الخصوصية لو ميت الناس عايزت تدخل بالموبايلات المدفل لغاية اللحد او القبر لدرجة اني على فكرة في بعض الناس دلوقتي بتوصي يقولك انا لو مت لو سمحته لعايز اعلامي المصور يصورني ولا اني حتى الاسلام نهى عندها يا جماعة يعني ارجوكم الناس شعبة التصوير في نقابة الصحفيين على ذكرة زميننا مفهوم انه بيقدي شغله في حاجة غلط ده بيورس مصيبة لا ما ينفع كتب كاميرات على ناعش في صلاة جنازة ولا ميت داخل الابر دي حاجات ما تنفعش خالص يا جماعة فضلت الامام محمد بتولي الشعراوي رحمة الله عليه قالك من عظمة الله على الناس في الارض ان بينزل مع المصيبة النسيان لدرجة انك انت وانت في الجنازة شوف الشيخ الشعراوي والله هو بيقول المخبع ده يعني قبل ما رحب ضيوفي عتستغرب واتلاقي نفسك انت بتعمل ده يقولك وانت في مستني الغسل او مستني تصلي صلاة الجنازة او على المقابر الناس تقول لي دفنوا هو العزة امتى المرحوم كالراجل طيب يقولك بمجرد ما يموت لسبة النسيان بتصل لتسعين في المية الاسم بيبدأ يتمحي من الوجود وخدا تذكر كده معايا رحت كام جنازة اتلاقي بتذكر اسم الميت نادرا بعد ما تقول عبد النصر زدان يا جماعة توفى مثلا او تكتب البلد اللي بتكتبوه كلنا عن موت كلنا لنا يوم اتلاقي بعد كده يبدأ الاسم يا توارى يا توارى فارغوكم بما اني جات لرسايل كتير اتكلم في الموضوع ده واحنا برنامج رياضي ربنا ادنا للمشاهدة من عنده فالناس ضلبتني ان انا نتكلم في الموضوع ده الكابتن ايهاب جلال لو سمحته اسرته تعاني جدا من الملاحقة الاعلامية تحسن انت مالك يا اخي اربع عمليات يحددوا مصير ايهاب جلال يا اخي حرام يا جماعة كل واحد مبتلى واسرة المريض يعلم بحالها ربنا فاقص حاجة تعملها تذكروا بالدعاء لكن ملاحقة لحظية كده يعني ارجوكم ونجل اسماعيل مبارح في البيان قال ده فارجوكم رفقا بالكابتن ايهاب جلال واسرته ربنا يا ربي يشفيه ويتممه الشفا والعافية ورفقا بأي مريض لو تكرمته لو تكرمته يعني بدأنا الحلقة مبارح بالدعاء للكابتن ايهاب جلال اكثر حد اختلف معه فنية لنا في الدنيا وما زلت يعني بقول ان اختلاف من هو الدعوة بخلق الرجل ودماسته وادبه ورقيه وتحمله وبلاش نفنن يعني ايوك ان اسماعيل لوي يشغلين اعتذارات لهاب جلال ولكن بعد فوات الاوان على اللي عملو في قول السنة الجمهور يعني ولكن عايز اقول له هذيك الحاجة اتعز يعني انت شغلت اعتذر على فكرة لو استمر معاك وده صعب في الوقت الحالي ده الرب هترجع تشتم تاني انا عارف ولو كغيره هتعمل في نفس اللي تعمل وفي الاخر وقت المصيبة ياريتنا ما عملنا احنا قدام مش عارف ايه جديد وقديم الضغوط تقضي على ايهاب جلال لكل شيء سببا فاتبع سببا فادق الله عز وجل انه يتمم الشفاء على الرجل وانه يا رب ينعم عليه بس يبا وصل اولاده وينعمه بيه ويبا وصقيهم ويشتغل ما يشتغلش دي بتاعة ربنا احنا دلوقت بس بندقله بالشفاء العاجل وانه يتعدى مراحل الخطر وان شاء الله باذن الله نضمن عليها والف مليون سلامة يا كابتن ايهاب وارجوكم اكسروا من الدعاء لأيهاب جلال خليني ارحب ضيفي الكبيرين وسالسهم مراسلنا المحترم الاستاذ رمضان حسن ومنه ابدأ رمضان حسن مراسلنا والمسؤول عن ملف النادي الاهلي معنا في برنامج ملعب الشمس ورئيس القسم الرياضي ايضا في تلغراف مصر رمضان مساء الفل مساء الفل اصغاط مصر انا مبسوط ان انا معاك وطبعا مع الكابتن نايمان حافظ والاستاذ سامح وان شاء الله نقدم حاجة كويسة للناس بس نفس اكلمك رمضان تبعد عن الايال الايال خواتون يا الودمة البيت مكة تمسمي مكة ومين؟ معايا مريم ومحمول مريم الودمة محمد مهد اللي مسمي مكة اه ايه مريم ومحمول يا جماعة لا يمكن مش عاربة نبا بنتكلم في حاجات مهمة وصفقات على طول ومسكينهم هيكلوا التليفون اهرب منهم من قوضة لقوضة برضو عرايا رمضان حسن من الناس المكتهدين جدا في ملف النادي الاهلي ويبزل معنا جوني كبير وبنورنا للمرة التانية معنا في الاستوديو ايضا صديقنا مساعد رئيس التحرير ومحللنا الرياضي الكابتن سامح الفيومي مسهلا لكابتن سامح منورنا ومشرفنا مساء الخير على حضرتك يا كابتن عبد الناصر برحب بيك بكل متابعينا ومشاهدينا وكابتننا كابتن ايمن واستاذ رمضان وبدوم صوتي برضو بصوت حضرتك في موضوع كابتن يهاب وانا يمكن على علاقة شخصية بالكابتن يهاب بالفعل اللي بيحصل ده طبعا يعني خارج نطاق الرحمة وخارج نطاق الاحساس لان بالفعل اسرته بيوقع عليها ضرر كبير جدا جدا فيما يخص الرجل كل يوم اشعاة وزي ما حدك برضو تفضلت وقلت شوفنا الاعتذارات اللي جات في وقت الاسف لن يفيدنا تمنى ان شاء الله يا ربي يتم الشفاء على الخلوق دمس الخلق المحترم الكابتن يهاب جلال اما نجمنا الليلة وصديقي العزيز كابتن الليلة كده النهاردة معانا طبعا احد اهم الاداريين دايما في ليالي منتخب مصر بيكون حاضر معانا ومتخصص بدرجة امتياز نجمنا الكبير ومحللنا الكبير الكابتن ايمن حافظ المدير الاداري لمنتخب مصر واحد اهم الناس يعني اللي اشتغلوا في هذا المجال على المستوى الشباب ثم الولمبي ثم المنتخب الاول وهو ايضا الان في ادارة المنتخبات في الاتحاد المصري لقرة القدم دائما نتمنى له التوفيق ودائما يسعدنا ويسرينا ودائما نجاحات ويعني سواء عندما كان لائما في الاهلي ثم سلك العمل الاداري وانجازات كبيرة جدا وبطولات مع الزمالك والمنتخبات فدائما نسعد ونشرب بوجود الكابتن ايمن حافظ مسائل فل يا كابتن مسائل فل يا سيد عبد النصر وسعيد جدا اننا موجود معاكم في قناة الشمس ومع الاساد ذا الكبار سيد سامح سيد رمضان والكلام جامع دا واللي انت عملت لا 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 عشان انت حقيقي بس انت غري علينا كابتن ربنا خليك انا انا طبعا الكابتن ايهاب جلال تكملة لكلامك عايز ندعيله كلنا بالشي فان شاء الله بإذن الله ان شاء الله ربنا يقومه بالسلامة سالم غانم لأهله انا تعاملت معاه وكان لها الشغف ان تعاملت معاه في نادي الزمالك واشتغلت معاه ما شفتش اولا على المستوى المهني حاجة جامدة جدا 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 يعني يعني مدرب عالمي مش كلامي يعني والدال على كده ان في النادي الاسماعيلي السنادي ان يقعدهم السنادي في الدول المنتهز ده راجل مدرب خارق يعني ومع المقصة الانجازات اللي عمالها مع المقصة وصول الفريقية لا انا اخضية انا انا اكلم على اساس ان انت في الامكانيات ضعيفة جدا وجايب لعيبة مع احترام كلهم لسه اسامي محدش يعرفها في الكورة كتير واتباعه ومدخل للنادي اسماعيلي 90 مليون جنيه صحيح واخد بال حياتك فكل الحاجات دي ان انت تشتغل المدرب الكبير بيبان اما بيكون ما عندوش امكانيات ما عندوش لعيبة ويكتشف هو لعيبة صغيرة يطلحها الفريق الاول وتبقى اسامي كبيرة عمر الساعة ما كانش حد يعرفه صحيح دلوقتي ما شاء الله اسمه خلى النادي الاهلي يشتغل بخمسين مليون عبدالرحمن مجدي لعيب كبير برضو وان النادي باعه باربعين مليون قد تسعين مليون جنيه دخلوا النادي الاسماعيلي نتمنى من عمر اسماعيلي بشكل كويس فالمدرب الكبير اه السامح ان لازم يبقى ما عندوش امكانيات ويشتغل ويعمل من تحت ويجيب لعيبة صغيرة ويطلح اسامي فانا اشتغلت معاه وشفت شغله في نادي الزمالك اي نعم كان حظ وحش كانت ظروف مش كويسة لكن هو مدرب كبير جدا غير مدرب كبير منتهى الاخلاق والادب خلوق فعلا ويعني ما تسمعش صوته يعني حاجة حاجة جميلة فانا انا بتشارف ان انا اشتغلت معاه هو والكابتن حمد والكابتن مصطفى كمال وانا على اتصالي يوميا مع كابتن حمد ابراهيم والكابتن مصطفى وبيبلغون الحمد لله الامور بقت احسن كتير الحمد لله هو كان فيه تمانية واربعين ساعة كانوا خايفين عن النعاء حارجة والحمد لله الامور واحدة واحدة بتتحسن وزما الاستاذ عبد الناصر قال اتمان ما السوشال ميديا والناس دي يرحمونا شوية وخاصة في الحاجات المهمة اللي زي دي حرام صحيح واحد اهله ربنا يرجعه ان شاء الله الاهل وسلم ايه اتدخل بقى عمليات واتدخل مشاهم ايه اتدخل يخش المتكفى اشلايفات من برا مباني المتكفيات بشكل يعني لا لا حرام ما ينفعش استفزة وخلي بالك ويعي وتلاقي يعني زملة طبعا افاضل لا اقلل منهم بس تلاقي يستض معلومة من رجل امن اه من ممرض من ممرضة لانه ما بيقدرك يوصل حتى يعرف تفاصيل الآلع كان ينتهلنا بدقة يمكن انا كبرنامج او من هم زي من الناس اللي ليهم برامج مهمة او مشاهير او برامجهم لها ثقل في مصر في المجال الرياضي تقدر توصل لمدير مستكفى تقدر توصل للطبيب المعالج فالمعنومة بتوبة موسقة لكن اغلب تلاميذنا وولادي واخواتي من المرسلين وهم فوق دماغي على فكرة لا اقلل منهم لان انا ضد التقليل من اي زميل ولكن انا عايز هندلة للموضوع وده يأتي من النقابة نقابة الصحفيين وشؤبة المصورين داخل النقابة لان على فكرة دولا اغنبهم مش نقات رياضيين بيوبوا بعض المرسلين الاصدقاء بنسميهم جنرال يعني بيشتغل مرسل ميداني في الاحداث المهمة تلاقيه في الافراح والتعازي والحالات دي فارجو اني لازم يكون فيها هندلل ده دي حياة خاصة بحتة ما ينفعش ابدا اني احنا ربا فاتحي اللايفات برا المستشفيات وقدام المقابل دي يا جماعة انا مفيش حاجة بتستفزني الا موضوع اني عايز ادخل بالموبايل جوه القبر ده حاجة صعبة وديكتوفنا احنا كده مرنوا في عزة واهل ميت يتجاودوا في الزملاء عبد الناصر حصلت في وفاة والد والد سلمان الله رحمه سالة طول ده في كله في باني مزار في المينيا عندنا ودخل للمراسل انا والله لو رئيس تحرير طبعا كل الاحترام لزملاء والتسعي وتلم انا لو رئيس تحرير مش هبعت واحد اا اا عزة اا اصد دفنة ولا ابعت واحد مستشفى يعني الموضوع بصراحة زي ما يعني خلي بلك اتفهم اتفهم انك انت اا صلاة الجنازة بأت بس المنبرأ ولكن لا انا بيقول لك اتفهم صلاة الجنازة صح الجنازة ماشي ماشي ويلتغي الامر حتى الدولة في المراسم الرسمية شوف الوقار لما بيكون شخصية مهمة وقار الموت يا جماعة من لم يكن الموت وعظا له فلا وعظ لك مش سابق ان انا عدت اعمل الموبايل كده والراجل بيدفن جوا لا يعني 90% من اللي بيتقالي النهاردة اكتشفت في حالة الكابتن اهاد جلال انا قاسب بديت بده رغم ديخ وقتي النهاردة بالنسكريبت ولكن كم رسائل جالي من الناس ارجوك كلمة واق رأفة بأسر المرضى الناس يا جماعة مش متحملين انت جبت معلومة اربع كيام تفصل اهاد جلال حنكزة اربع عمليات فاصلة جبت من الكلام دي افاق احلى حاجة اللي لازم اعرف اللي في الموضوع اللي انت بتتكلم فيه ان اهل الكابتن اهاد نفسه واقرب الناس له للكابتن احمد والكابتن مصفى قاعدين في المستشفى يعني بياخدوا من الدكاترة يعني حتى ما بيشوفوهوش واخدال حداتك يعني قالوا ممكن يطلعوا في العنالة المؤكزة يبصوا عليه وينزلوا طبعا يكبر فهم كابتن حمد يعني من خلال تأريد الاطباء بيسمع بيسألهم وبيبلغ الناس وبيقول للناس الحقيقة لا بيجذبش على حد فا هو مش محتاج ايجذب يعني ربنا يشوفو عفوه طبعا احنا بس يا ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يحبو بالسلامة والناس التعز المرب بيجي في ثانية اه الناس التعز يبا كالناس تخش على نجلة بدرد بتاقى الكابتن مؤمن زكريا ربنا يعافي ويشفي ويرها اه 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 يا جرق عقص راح بنادل البرد. لأ وحاجة تانية. بعد اسبوعين ضمور عضلات. حاجة تانية عبد الناصر. حاجة تانية الله يكون فعول المدربين. طبعا. يعني شوف 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 الكابتن شوف الكابتن اهاب ده. شوف كابتن اهاب ده على النادل اسماعيل يسانة كاملة. شكل ضايد. ازاي. اه? وراجل. بس انا عايز اقول لها حاجة على حاجة والله. والجماهيف بتشتن عمال على بطال. قصة الكابتن اهاب انا اتقلي من اسبوع كده او بعد يعني وبعد تعبه. سألت حد كده يعني في النادل اسماعيل وبتاع. قال لي الشهر بتاع الاسماعيل يا كابتن عبد الناصر الاخير بتاع النعط في الدولة ما عدش. كاس مصر هلنافس. دغوت دغوت رهيب عليه. اه. اه. لا فيه هو كان تاعب تعب عادي جدا. اه. فالدكتور نصحه سعيدة قال له يا كابتن اهاب. ما تروحش الملعب. اه. اه. حاول تبخل نفسك على الدولة. ده راحة. ده راحة. طبعا ما ينفحش يختفي. اه. يعني في وقت زي كده. جمهور النادل اسماعيل. هيفهمها غلط. طبعا يا حاملوا مسئولية فمنفحش. اه. مهنة المتاعب هي هي المدربين. صح صح. وانت تفضل تشتغل وتتعب كمدرب وفي الاخر. النق يجيبك الارض. غير النق كمان. غير النق كمان. انت انت حياتك مستقبلك في رجل اللعيب. اه. ممكن يجيب جول ما يجيبش. صحب لعب غير موفق يخلص على مسئولة. رب ناشي. رب ناشي. بتعمت في حلقاتي كل حلقة نختار موضوع. يكون في حاجة واقعية نأخذ منها عظاة. اه. ولذلك اوصي والله يا جماعة. وانا اعمل دانا عن نفسي. اوصي كل واحد يتبرأ من تصوير جناسته. الموضوع اخضر مما تتخيل. يا راجل تنواح والصراخ نهى عنه الدين. حتى انه ينادي مناد من قبل السماء. للميت. يقول له يا عبدالله يعني اه. ماذا يريدون. يعني. هذا قضاء الله. طب هم عايزرية. عطر الدين عليه. انت يخلدوك الخلود لله. صحيح بالله. يعني. يعني. حتى المبلغة في الحزن نهى عنها الاسلام. وعندما يعني. اه. يعني. قسط الدنيا على رسول الله. في نجله ابراهيم. علمنا الادب. وقال ايه. وقال. وانا على في الاخر. وانا على فراقك يا ابراهيم. المحزون. ولا نقول الا ما يرضي الله. ان لله وانا اليه رجعون. ونفس الحال لما تجعي للمريض دعائك بيب سكينة. لعل واحد منكم يكون بينه وبين الله امار. فيقبل الله له الدعاء. الحل. ويتقبل منه ويتكون ساعة استجابة. وفي لحظة بتب الحالات مستحيلة. وفجأت لئي البني ادم زي الرهوان. ويب زي الرهوان. كل الطبيبي. تخطفته يد الردة. يا شافي الامراض من ارداك. كل المريض شفى واقوفي بعدما. عجزت فنون الطب من عفاك. والله. الله عليك يا عبد. ايه عبد جمال. شغل الازهر. شغل الازهر. شغل الازهر ده اللي بيطلع بعد اثناء. ايه عبد انت. حاجات على العديم دي. حاجات على العديم. يا جماعة. لأسرة الكابتن اهاب جلال بعتذر. واتمنى ان الزملت كل رسالتي وصلت لهم. شغل. ولكل حد مشهور رفقا بالناس.